السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كديرين نفس عليكم أتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير كدرتم مع هذا البرد وقته هذا ياك اليوم جيت نشارك معكم واحد حسوة أو لحساء ديال البلبولة أو للتشيشة كلها شنو كيسميها بالأعشاب ملديدة وسخونة كتتخنف هاد في هاد الأجواء الباردة وكترفع من المناعة كما كنقولو دولبرد صراحة كتشيل ديدة وبضغية كتوجد كنحتاجوا فيها آآ آآ البلبولة لان اخدي ترابعة ديال البلبولة او للتشيشة عندي معلقة صغيرة ديالت الحبرشاد معلقة صغيرة ديال الحلبة وعندي التوابيل فيهم معلقة كبيرة ديال راس الحانوت نصف معلقة صغيرة ديال سكنجبيل كوركم البزار واحد ستاء او لسبعات الفصوص ديالتوم كنخليهم مصينين وعندي الزعتر كنناخدو الإناء اللي غنطيبو في هاد البلبولة كل شي كي يعرفي طيب البلبولة غجيت نشاركها معكم كنناخدو الإناء اللي غنطيبو في هاد البلبولة هادي كننكبو فيه الماء اللي قطيبته يكون الماء غليان مزيان طيب مزيان كننكبو في الإناء اللي غنطيبو في هاد الحسوبة هادي كننضيفه لو انا كنغسل حب برشاد ديالك شي باش تلاسق مع بعدياته غسلته معلقة صغيرة ديال حب برشاد وكما كنعرفو حب برشاد راس خون معلقة صغيرة ديالت الحلبة جاي غسلتها وكننضيفو التوابل اللي غد في هاد الشيشة هادي كيف ما قلت معلقة كبيرة ديالت مساخن او لارس الحانوت ونسس معلقة صغيرة ديالسكنجبيل كوركوم البزار والملحة كتبقاها لحسب الضوق كنضيفوها وكنبدو نضيقوها في الأخر واش نزيدو لاللوم وفوصوص ديالتوم واحد ستة ولا سبعة ديال الفوصوص ديالتوم كنخليوهم صينين وكنضيفو زيت الزيتون جاهد واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون اللي غايت في هاد الشي هادا نحركو العناصر وكننوضعوها فوق النار جاهد حتى كتب لينا للحلبة ديالتنا كنعرفو الحلبة ضغية كتب جد واحد ستة ولا سبعة ساعة دقايق من اللي كتب كنضيفو الشيشة اولا البلبولة كليكي يقول لها سميدة الشعير كلوش نكي يسميها كنضيفوها وكنبدو نحركو حتى كتب لينا هي سريعة وضغية كتوجد من اللي كتب كن ناخدو ذاك الزعتر كن نسخلو فواحد مقيلة وكنحكوه بين يدينا باش يعطي الراحة ديالو وكننكبو فوق هاد الحاسة اللي درنا وكنخليوه غير نخلطوه وكنخليو غير يغلق وكنخليوه ما كنعطيوش النار بزاف نخلي باغة تغلاغة شوية وكنطفو عليها وكنقدموها تكون ساخنة الحسوبة ديتنا كتجي عليها تشكل هادا كتجي لديدة ما نقوش لكم على المدق كتجي رائعة وصحية وصخونة وكترفع من المناعة ديتنا وكتحارب البرد نقدموها في زلايف هولا اينا التقديم نتمنى وصفة اليوم تنال اعجاب ديالكم وتجربوها هي يخفي فضريفة وسالة وضغية كتوجد ومفيدة بصحة والراحة وإلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة ستركوا في القناة ثم اشتركوا في القناة التقديم عندك دعوك أيضا ها